والظاهر هذا كلام من كلام المحقق والظاهر ان احتجاجه في ذلك يعني ان يأخذ بابعدهما عن قول العامة ان احتجاجه في ذلك برواية روية عن الصادق وهو اثبات لمسألة بخبر واحد وما يخفى عليك ما فيه يعني انه هذا المرجح يقبل ولا يقبل ها ولا يخفى او وما يخفى عليك ما فيه الشيخ استند الى مسألة من هذا القبيل الى خبر واحد شيرد يقول المحقق التفتول يا عزائي يقول اعزائي خبر الواحد احنا نقبل انه حجه ولكنه لا نقبل حجيته في كل مكان اذا المسألة من المسائل المهمة والاساسية والضرورية لا يمكن اننا نعتمد على خبر واحد صحيح حتى لو كان صحيح السند في ذلك لان القضية قضية ماذا قضية مهمة نعم مسألة جزئية فرعية نعتمد وهذا بحث قيم جدا من المحقق عزائي جد مهم انه انظر الى اهمية ماذا اهمية المسألة والقائلون بذلك يستندون الى يقولون انظروا ان الاما سلام الله عليه عندما وجدوا ان القياس قد باطل ماذا فعلوا كيف تعاملوا مع مسألة القياس الفقيه ها وردت عنهم مئات اشرات النصوص والامثلة والاستدلالات لابطال ماذا لابطال القياس الفقيه ولم يكتفوا باطلاق هنا وبرواية هناك وبعموم ثالث لا ابدا يقول هذه المسائل ليست من المسائل الفرعية حتى يكتفى بماذا بخبر واحد وانما هي من المسائل الاساسية من المسائل المحورية وهو كيف نعالج التعارض بين الروايات ولذا عبارته هو عبارة مهمة وتؤسس الاصل قال والظاهر ان احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق وهو اثبات لمسألة بعضها بعض النسخ علمية بعض النسخ عملية بخبر واحد وما يخفى عليك ما فيه